السلام عليكم لغزالة ديالي والحباب ديالي كنقول لكم فيديو جديد وانهار جديد وانتمنى هاد الفيديو لقاكم صحة وسلامة اليوم ان شاء الله غري نقدم لكم كريمة الزبدة اللي كاتجي زوينا وكنقول لكم ده باشوفوش حال ديالوقت انا نديت جاد وغدا نمشي دير لفيديو التكنيك ولكن بغير نشاركونا في حمارة الوصفة اللي كاتجي رائعة وما تنسونا الشباب من اللايك والاشتراك وقمنا بذو حبيباتي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهلي وسحبي اجمعين هنا كما تشوفوه كنقول لكم هاد الكريمة السويسرية كاتجي رائعة هاد الكريمة الزبدة وتخدموا بها كل شي تقدر تليسي وبيها ودرب كل شي تبقى واقفة وانا ما تتحشم كمش وتقدروها في الفوغاج ودروها فليساج يعني دروها الداخل تعمرو بها مثلا الكيك ديزاين وتدرو بها مثلا الكابكيك درو بها اي حاجات لمعتمد اعدكم كان حشاجة 300 جرام ديالزبدة اللي كتكون حيوانية تكون زوينة وليس كان حشاجة ربعات بيار البيض ومياه وخمسة 30 جرام ديالزبدة السكر سانيدة اللي كان نضعهم في البول وكان نخدمهم على بغماغة كما تشوفو هنا كان بقى نحرك مشيطة بليا البيض كان بقى نحرك البنات كما تشوفو وكنمس كان نحرك هنا تكيدوا بليا السكر كما غيره وكان بقى نمس بالنسبة لما عندهم الترمومتر كانت تبقيت مستيكة بلالوس ما بقيتش فيها قحة السانيدة وهنا كنت أكدو ان البيض يعني سافي تنساجم لي مع السانيدة وهنا بحل سيغو باش غنضيرو هناك تسمى باش غيرونا مورانج اللي واقف وكتجي واقفة بحل بيقوازو يعني بحل منقر ديال العصفور وهالطريقة كتليكم كتجي رائعة وكتجي زوينة ووراه ديالزبدة معاكم هالي صيبت للجد كيك دايزان ديال باطمان انا هذي معتمدة عندي لاني صراحة كما تعلمتها من الشاف اللي علمني في مدراسة وبقيت عنديش حاجة نوع تمالة هناك نقول لكم شوفوا وراه بدك يدو بليا السكر وباقي هناك نضرب عن الناس اللي معدومش ترمومتر في الترمومتر كتعطيك 120 كتعطيك بأنا العبار لهذا و مراجعة ورا لكم الترمومتر سافي هنا كنحاول نقول لكم صافرة انها مبقاش لي فيها قاعك ان ديال الخط ما كيبقاش يدوس شو ديال الآسيوس باش كنعرفها وستانية شو راه دابت يعني بدك يدليا لاموس خاصوش يفوتها لاموس لفترة انا غير طيب ليكم سافي هنا مباشرة سنكنا نقدر انا كنخدم في البول لكن خدم في ديالجانة مباشرة عن ديره هو صراحة البنات كي لا أخذ لكم الوقت في التطراب ولكن خذكم تصبره كتعطيك في الول بموسط في التانية وكتعطيك في ال سافي هنا كنقول لكم صافي لكنقلب وهذه الاستيوس باش كنعرف انها سافي انسى جملي البيض بيض البيض مع السكر سنيدة وهنا هذه المرحلة اللي شوية صعبة لبنات كتبغي الخاطر وهنا كما قلت لكم الغزالات المرحلة هي لكتبغي الخاطر عليش عشان كتبقيت واقفة على احدى روبو وانتي كتبقيته في الول في الدجوج وكتبقيت ثلاثة سافي وانتي كتبقيت 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 الفترة يعني مشي من الاول كتبقيت على فيدس وانتي غادتك كتبقيتها رقم السا وكما كتشوفوا معي هاو هنا يا يلا ركي بقى واحد مودة عاش تقريبا كتبقى تقريبا كما كتبقيت لكم وياخد دامة باش كيطلع لكم الغزالات سوية كتبقيت ساعة وياخد دامة بحركة حتى كيطلع لكم موغانج اللي كتبقيت لمنقار بيقوازو اللي واحد موغانج اللي واقف مزيان هنا غالي نوريه لكم بعد ما غالي نسكر هذا كنوريكم جميع شوفوا كيفاش كيبقى واقف بقى اقام هزيت حليت لامة البروبو مزيان شوفوا كيفاش واقف هدا هو كي تسمى بيقوازو وكتعرفوا انه الموغانج ديكم السويسري تخدم بناجح ما محبب ما فيه تشي حاجة يعني ليس انا شوف هنا ركي نقلب البول ليالي وانهم كيعطيكم انه هادي النتيجة شوفوا الزبدة انه كنوريها لكم انها رطبة انا خليتها حدايا جبت المتلجة وخليت حدايا اخذت الحرارة للمطبخ سافي هنا رقم دا نخدم وهنا رقم دا نخدم احدا يحبو الشخنين نخدمها هنا وقطعت المقطع باش نوريها لكم باش ميجوكمش الفيديووات طوال سافي هنا رقم دا ندخل لك الزبدة 300 غرام كلها هنا احنا العبار ديالي لمحتاج كمية كبيرة فاحتش خدمت لكم كمية صغيرة سافي هنا رقم دا ندخلها بشوية كلها البنات ومن باحد كنزيل واحد من 100 غرام ديال البخانيني كاتجي واحد ما دقرة ابنت كيجي بنينة بنينة يعني اتاكلها هكاك والله انا اكتر اي هادي المعتمرة اللي كنزوغ بها لكبك كان ديرها في مثلا في كان ديفال فوراج يعني في شيء حلاوي هكا اللي بحل كيك ديزاين كان حشاجها بزاف كان ليسي بيها كتجي بنينة بلا من دير لابات السوق كتجي زوين البنات صافي غرام قصندخل صافي كيما كتشوفو دا بغادت دخول بشوية بشوية لك الزبلة وانتوما مخدمين الباتور ديركم بخدمينو على هنا مخدمة انا في الخمسة وهنا صافي خدمتو في الساة وهنا حق البنات ما تخافوش مني كبير لكم بحلقة تحبب لكم كل شي فا ما تخافوش هناك يدخل لك المورانج شو كنور لكم تلمراحل البنات ما كنخبيع لكم تيش حاجة باش هذا المرحلة خوصلت غير طحو فيها غدقولو ناني ما زقتش نالكريما ناني مادرش فا ما تخافيش بقي تطوري حتى كتنساجم سبحان الله وكتهلا كلها كريمة واحدة واقفة فالول غتخافي غتشوفي انت عزلت لك الكريمة على المورانج فما تخافيش كنقولك اختي بقي الطربيتك تحصلي على هاد لاموس اللي بحالها كيا وكتجيبنينا صدقوني البنات صدقوني كتجيبنينا كتهلا يعني قوام واحد هنا في المرحلة انا غنزيد مئة قرام ديال بخانيني هنا البنات ماشي ديال المنزيل ان الكشريمان السي اللي كنتقدم عنده تقريبا كان دير مئة قرام وهي يجمع على قبار البنات كب سوف يشوفوا اللون دياله مني كتخلطي ركي جي رائع وانا غنزل معكم بالبوش شوفوا كيف يجي هنا بعد ما عمرت البوش ديالي قبل ما ندير بها الفوغاج شوفوا هنا تقدروا اي شكل بغيتوا بها انا حاولت لكم واحد ديكورات اللي جد سهلة ولي كيفاش تخدموا بها بالنسبة الممتائج ما حدنش معكم باحتيارة فيها تسوقي باقي بعد نقول لكم زعمار كتبقى واقفة وخط قلبيتها العود اللي اخدرت في انا كتبقى واقفة كنتمنى البنات متبخلوش يعمل لايك والاش هاكا كتحفزوني كتر وكان اعطي احتر الصراحة كما كتشوفوني من عيد ما بقيتش لاحقاش ما حسيتش واحد الموتيفاسيون وما حسيتش واحد لهذا كيني شي بنات الصراحة كيسافت وليه في الخاصر الشي ولكن كتحسي انا انني كان اعطي ما قلبي وكل شي من قلبي ما كنترش لكم روتينات ولا هذيك شي ما غادي استفدمونا فاي وحادي تقدر دي الروتين ديانا فانا الحمد لله كانت اعطيكم شي حدا استفدمونا وخي حيدي يوتيوب غادي ترحميلي على والدية وخينا موت ا اعطيك وصفة اللي كتبقى معك حية وليه كما كنت لكم كتستفدمونا وتوري هالوليداتك وتوري الجارة توري اي حاجة كنقول لكم احبابي رابيكم كنزلو القدام وبيكم كنرجعو عفاكم ما تبخلوش هنا تشجيع ديالكم بارتاج هكا الفيديو كيتشاف كتعطيوني تحقنا في تماري اللي كان ضربو وحبكم في الله وانتمنى لجربة هاتف طالية في الخاص ولاسق انستاغام كما كنخلي لكم في اخر الوصفة وغنقول لكم احبابات ديالي الفيديو سالة هنا وكنقول لكم هذه هي زبدة السويسرية اللي كتجي باشكالها كاوت زبقي باكين ما قلت لكم وتلعبي باكين ما بغيتي تليس يبادر بكل شي فاخلوا لياللايكات ديالكم وحبكم في الله سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة